عمل اسمه غسيل يتكلم عن مودرن لايف الحين الأشياء اللي قاعد عاصرها المشاكل اللي قاعد تصير في الوقت الحالي تنفيذ شركة أخوي الغالي طبعا عبدالله عبدالرضا كتوين من إنتاج أخوي الغالي جمال سنان من إخراج أخوي العزيز أحمد عبدالواحد وطبعا من كتابة العبقري وعودة الكاتب الأخ العزيز اللي متحمسين جدا الكتابات ومن زمان عنها فهد لعليه طبعا فهد أخوي ممخلي شي بالعمل بيكون في لايت كوميدي بسيط بقضيتها جدا كبيرة الستايل اللي قاعد نصور في العمل جديد علي وتبارك الرحمن راح يكون بالطريقة الحلوة اللي العين راح تشوفها بطريقة وايد جميلة من إخراج أخوي أحمد عبدالواحد وداليا من أعز الناس اللي أحب أشتغل معهم وهو أخوي طبعا محمود بوشير والنعم بالكل في علاقة وفي كيميستري احنا مع بعض من زمان من وإحنا صغار فبذن الله بذن الله يا رب بها العمل هذا نقدم كابل حلو وجديد للمشاهد مستنسين كسبانين في الأخ فهد العليوة بهذا التعاون والتعامل الجديد بعمل تقدر تقول شوي مختلف عن الأعمال الجميع اللي اشتغلناها كون فهد العليوة له نجاحات كبيرة في أعماله أو سنينه اللي اشتغل فيها فحبينا نغير لذلك اشتغلنا مع أخوي الغالي فهد العليوة فكرتها جميلة فكرتها يديدة تلامس قضايك كثيرة قضايا غسيل الأموال قضايا يعني قضايا هاليومين اللي قاعد نواجهها احنا كمجتمع خليجي عن شجون أنا لو بسول فيما عنها يبيلي أربع أيام بس أخوي عبدالبو شهري اجتمعنا تربطني في علاقة صداقة قبل لا تكون شغل واشتغلنا مع بعض في انتقام مشروع فالمشروع هذا اللي قاعد نجهزه له غسيل أو لوندري حبينا نصير تعاون جديد بعد سنين انقطعت بين شجون وعبدالله ابو شهري وطبعا أنا كوني وياهم واختي الغالية زينب بهمن فبتشوفون في كيمية غريبة على هذي الأربعة وبتشوفون طالعين بشكل ديد وشكل حلو مشرف أحمد عبدالواحد غني عن تعريف يعني وشهادتي فيه الأمانة مجروحة اشتغلنا معاه مسلسل ديستوبيا وهذا ثاني عمل نشتغله مع بعض وأحب عينه أحب ذوقه أحب طريقته ماسك الكاس ماسك الكرو يعني ربان سفينة مثل ما يقولون وان شاء الله يوفقنا بصراحة أكتر حاجة بسطاني في العمل ده هو مكتوب باله فترة وقات علينا أزمات كتير فما كناش عارفين نعمله أنا وفهد يعني كاتب جميل متميز حس أنه هو جواه مخرج فهد يعليه فبيعرف إزاي يشد المشاهد من أول مشهد لآخر مشهد كان من طلباتي للمنتج عبدالله عبدالريدا قلت له أنه أنا عشان أشتغل معاك أنا بريدي عندي background في العلانات كتير قلت له عشان أنا أشتغل معاك ونعمل عمل حلو مع بعض محتاج شكل مختلف من طريقة الإنتاج الاعتيادية الموجودة عشان نطلع بليفل حلو ببرودكشن عالي يستحقوا الجمهور أنه يشوفوا في الجمهور الكويتي بصراحة يعني عندي أنت بتكلم عن اتنين هما big names يعني في الكويت شجون إنسانة professional جدا كلها طاقة إيجابية من ساعة ما بتدخل اللوكيشن لحد ما بتطلع وهي بتدي بهجة وفرح في الست بشكل جميل غير كده كريزمة موهوبة جدا بسهولة بتعرف تتقمص الشخصية من نسبة لعبدالله بوشيري برضو هو إنسان تقيل جدا يعني عارف أنت فيه كده أمسترية ممثلين بتحس أنه هو يعني من الأشخاص لمال الفريم ومال الكادر جدا professional بيحضر كواس جدا خايف فلدائما الإنسان بيبقى خايف ده بتعرف أنه هو دائما عنده نجاح يعني لأنه بيبقى جاي محضر ومركز للدور وعايز طلع أحلى حاجة عنده